اشتركوا في القناة انا فعلا جوي تايلند وبالي سيبوني في الفاريست طبعا جماعة تايلند مشهورة من هي اكتر الاماكن اللي فيها مناظر خلابة مناظر طبيعية جماعة مش طبيعية فعلا جميلة وشلالات وكلها حاجات طبيعية جميلة تروحوا هناك عينيك وترتاح من جمال المناظر الطبيعية اللي موجودة هناك فانا نهاردة هتكلم عن مزارع تايلند سوها هناك حقول القرز عاملة ازاي في الفاريست يعني هي مشهورة جدا بحقول القرز فمزارع تايلندي قرر ان هو هيعمل زي شكل حلو قوي جدا في الطبيعة دي شكل قطة نايمة يعني بشكل كده الزرع بالطريقة اللي هما بيعملوها يعني مش مجرد شجرة ولا مجرد زرع يا سوها ده شكل كده جمالي لقطة شكلها كدنها نايمة وراهن ان الموضوع ده هيبقى مزار سياحي جامد جدا وان السياح ومحبي القطة بالاخص طبعا مسوها يا جماعة مش هتبقى معينا في الطالعة دي الخبر ده كله هلغي من حياة اه يعني انا مستمعاكي اصلا متكدش ايه بكلم كنتو دلوقتي فهو عمل شكل الزرع ده على شكل قطة او شكل حقل ده على شكل قطة نايمة وقال ان هو هيجذب الاف من السياح وان كل الناس هتيجي عشان تتفرج على الشكل الجمالي ده طبعا شكل خضرة بيسر العين فتخيلوا ما يكون فيه شكل ابداعي هو مش برس مجرد بزرع او زرع لا ده بيعمل اشكال بالزراعة فده بيبين قد ايه هم تالنتد اوي وناس شغوفة اوي بالله بتعمله كمان يعني من الحاجات برضو اللطيفة او معلومة يعني ان تايلند هي تاني اكبر مصدر للحبوب في العالم بعد الهند واللي بتصدر اكتر من 8.5 مليون تن متر هزا العين فطبعا حاجة جميلة جدا وبيبقى الواحد مبسوط لما يروح المزارات الصحية المختلفة ده بيكون قد ايه حاسس ان هو عمل حاجة جديدة وحاجة مختلفة فشابو طايلند دي امي او المزارع طايلان دي ده نخلي القطة نايمة بقى خليها نايمة واحدة نايمة عشان انا مجريش طيب انا الخبر اللي معايا من روسيا وطبعا عاشة اكلمكم عن حاجة بس قبل قبل موضوع روسيا ده ان دايما لما يكون في خطوة اولى لحاجة لازم تبقى خطوة مبهرة عشان اقنعك طبعا فالخبر اللي معايا ده عكس اللي انا بقوله تماما في نموذج لأول سيارة كهربائية روسية عملوا نموذج انه هما احنا خلاص هنعمل سيارة كهربائية روسية مية في المية من تصميم لكل حاجة عدت على العربية دي روسية مية في المية فاطلقوا السيارة اللي سموها امبر يانتر السيارة دي هي نموذج اول للسيارة كهربائية الروسية وحصلت على لقب ابشع سيارة في العالم ايه دا؟ حاسة في الجردة المائية وهي على بماقي اللي هو انت من المقدمة اللي انت قلت فيها دي حاسة ان فيه عظم ما جاية في الطريق هم عملوا نموذج اولي ودايما لما انا اديكي نموذج اولي او مبدئي بديكي حاجة خطيرة علشان زي ما بيعملوا العربيات كده يقولك ده الكونسبت بتاعنا الكونسبت بتاعنا ان احنا هنعمل العربية شكلها خطير فضائي مجاتش قبل كده فهم غالبا اتسرعوا وعملوا التصميم ده بشكل غريب جدا فخلى الناس تقول ان دي مفروض ان هي عربية اوروبية تلفت النظر تخلي الناس مبسوطين قوي بشكلها خط الانتاج بتاعها يبقى عارفة اللي هو احنا كل طلبات طلبات على العربية دي خلوا الناس تقول ان دي ابشع سيارة اوروبية كهربائية في العالم يعني تخلي ان هي ده اللقب اللي اخدته وده اللي حصل مع العربية الروسية وان هم قالوا الناس من كتر ما هي اتخضت منها وقالوا تعليقات كتير قوي سخيفة على العربية دي الشركة تطارت ان هي عارفة حفاظا لماء الوجه احنا هنقول لا يا جماعة ده بس شكل مبدئي اه ده لسه ده في شغل جاية جاي بنزخل جدا وبعد كده هنتلعلكوا بالعربية الجامدة اللي هي شكلها حلو بس هي فعلا الشكل كان وحش قوي وتحول الموضوع لاضحوكة بجد على الانترنت والناس بقت تنشر الصور بتاعتها ويقولوا يعني ايه يا جماعة انتم الكاتون ده زي بتقولي كده هي صاري قلشت منهم قوي في روسيا ان هم يعملوا شكل العربية حتى يبقى شكل مقبول بلاش حتى نفتي ونعمل تصميم خطير وتصميم يقول الناس تقول عليه رهيب بس حتى كنتوا خلطوها شبه العربية العاديا هي العربية شكلها مضحك فعلا فهي أبشع سيارة على الأطلاق يعني حاسة ده أوحش حاجة ممكن أو أوحش كومنت ممكن يجي لحد اللي هو إيه اللي انت عامله ده إيه ده يعني لو خد مشروعك ده وشكرا طيب دلوقتي هنروح بقى الحاجة مختلفة والنق اللي انت قطيه في الانترو إيه هنقق على مين النهاردة فلوس 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 الفنانين الفالد اللي باعوا بيوتهم في آخر 23 طيب هنقق ليده اللي باعوها يعني هم مزنوئين لا مش مزنوئين أكيد هيزودوا عليها أبجريد وأبجريد وبتعمل أبجريد أنا حاسة كده أوكي طب عندك مين بقى هبتدي بجو جونس وسوفي تورنر وهم الزوجين المنفصلين اللي بيتهم كان على وجهة بحرية في مايامي وباعوا بيتهم بـ 15 مليون دولار لهم بيعوا إيه تصفية حق يعني كل واحد هياخد النص ويمشي يعني مش مهم 15 مليون دولار أجرى في السبب 15 مليون دولار إيه مالك إيه منبهي تعالي حباب لاني شوف اللي جاي بس ما تتصرعيش دلوقتي طب أنا هتكلم طبعا واللي حصل على المركز الثاني نجم هوليود برودبيت طبعا يعني مين فينا محبش برودبيت يا جماعة بيع برضو مجمع فيليز اللي بيملكه وده من سنوات طويلة بيملكه يعني في لوس أنجلس وبيقدر بكم بقى يعني 15 مليون دولار اللي زالان عليهم 31.3 مليون دولار في إبريل من هذا العام مقابل 33 مليون دولار يعني برودبيت يا جماعة دلوقتي يعني أعرف اللي هو المجمع بس ده اللي باعه ده 33 مليون دولار ده يعني غير الحاجات اللي عنده ولسه ما باعهاش ده غير الحاجات اللي في البنك هستحمل ومش هعاية هدخل على بعد كده باعت نجمة الغناء سليم ديون أسرها اللي في أطراف فيجس مقابل 30 مليون دولار في مايو اللي فات وقالت إنها اشتريته سنة 2017 مقابل 9.2 مليون دولار ده بابتمنى لها الشفاء لإن هي في ذكرة كل واحد فيهن اللي وإحنا صغيرين يعني هي جميلة وسوتها خطير وليها ذكريات كتير قوي مع كل حد فربنا يا رب يشفيها أستغل الفرصة الأغنية الأشهر لفيلم تايتانيك طبعا يعني مين محبش علومين اللي مرأسه أسلوه على الأغنية دي فرحه يعني يعني بشوف الفيديوز وكد كد أساسيا طيب أخيرا أنا بقى معي إن هو باع الممثل مارك ويلبرج أسروق الضخم جدا اللي موجود في كاليفورنيا واللي بيقدر ب46.7 مليون دولار طريبا ده أكتر ده أكتر رقم أكتر رقم قلتوا النهاردة 46 46.7 مليون دولار وأسر مارك كان موجود على الأطراف ويسوها الأسر ده بيبلغ مساحته 30.500 قدم مربع فبيفريلي بارك أنا مش ها أنا بحبش المساحات الكبيرة سأقولك أه إحنا المبالغ دي ما تخصناش بس إيه المساحة دي يا باشا ده إحنا عايزين 500 يعودوا ينظفوا معانا ده تبقى جد تاني غير البودجة الكهرباء والمية والبقالة لا 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 أنا ما حابش المساحتك كبيرة دي بخاف لو أكتر من قلتين وصالة ما عودش غير كده ده الجهدي ده إني فقرية إيه فقرية يا ألمان آخر بقى بيت معايا يا لينة علشان بقى إيه خلصنا قر كده وجبنا آخرها جبنا آخرهم مصدك وضرافها أيوة بيت النجمة جاي لو وهو كان بيتها جانيفر لوبيز كان بيتها اللي موجود في كاليفورنيا اللي كانت عرضاء مقابل 42.5 مليون دولار وطبعا بقى إيه عندهم في صالف أمريكا زينا منتشر غالي بابلاش ده ويا جاي لو ما تنزللنا انت لسه عاملة أغنية وحيتك يا بني أفلك لاتحلفها تنزلنا شوية بس يعني كده فقعدوا يفاصلوا معاها لينة من هنا لهنا قاموا باشتروا بكام 34 مليون دولار أمريكي فوالله يا بلاش صفقة ربحانه يا بلاش ربحانه والله مش مهم ببيع مهم الماء بين أفلك ده كفاية يعني ده دي الحاجة اللي مفعش تفرص فيها يعني منوصيكي والله يا غالية بس من نقينا كل شوية بتخنقوا انت وغد بالك يعني العالم كله بينقوا مش أنا وانت انت عملت خمسي في وشي في حاجة لا هو في حاجة غريبة فعلا في الكابلز الأيام دي في الفن فيا ربنا يسطر خلي بلكون الجو مش كويس فيه لبش الجو دفع يا جماعة زين 24 ينتبقى حلوة كده كلها وده ولسه منقول الأسرة سعيدة المتربطة جميلة او يسمعوا الحلقة بتاعتنا جيلو اسمعي النصائر انا عارفة ان انت متابعين اه ومالوا احلام برضو 24 طيب نروح بقى الفوصل ونرجى تانية عشان نكمل حلقتنا خليكم معانا ومترحوش في اين مكان اشتركوا في القناة